انا ياقوت عدل الطرامنة عمل 16 سنة بالصف الاول سنوي من محافظة الكرك بلشت موهبت الرسم من الصف الاول تقريبا بين عشر سنين كنت ارسم على الطاولة من تحت بداية الطريق كانت بعدين صرت احاول ان ارسم على الورق شافوا اهلي في هاي الموهب ودعموني فيها بعدين بالصف الرابع بلشت في مجال الزخارف كنت بكل رسمة ارسمها احاول ادخل فيها تفاصيل اكثر من اللي قبلها لحد ما صارت تشكل عندي لوحة كبيرة بعدين اكتشفت انه فيه فن يعني من المجال اللي انا برسم فيه اسمه فن الماندالا كملت في هذا المجال بعدين صرت انه اشوف صور احاول انه اعمل زيهم لحد ما صار عندي افكار خاصة فيه انه انا برسمه في لوحاتي ما فيه في اي لوحة ثانية كانت تنقل الرسمات من كتاب العربي على دفترها باتقان لحتى مرة من المرات مديرة المدرسة اخذت دفترها كنموذج للطالب الموهوب بالرسم وحطتوا عندها بالادارة حتى كل الزوار يشوفوا شو الابداع اللي عند هاي الطالبة والتمييز اللي عندها هسا في مجال الماندالا او فعال الماندالا اللي انا برسم فيه هو اصلا من اصول هندية ففي الهند عندهم الفيل يعني بقدروا الفيل عندهم كثير فمن يعني انا فكرت بانه ليش ما ادمج الفيل كمان معا بزهار في الاسلامية اجز الفكرة بانه حاول يعني انه رح اهدي واحدة من الرسمات الى جلالة الملك يعني موجودة كانت الفكرة سيدنا ليس اغرب على الهاشميين يعني ديدانهم هذا وعمل لها تغريدة على صفحته الشخصية انه بنيتي ياقوت لقد وصلت هديتكي حقيقي كان له الاثر الكبير في انفسنا يعني بعد التوجيه رح اتوجهي للمجال الطبي رح احاول ادخل فيه الماندالا كعلاج موسيقى